كنا دايما نسمع إحنا وصغار لما كانوا يحكوا على الأولاد كانوا يقولوا أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض اليوم حقغير الموضع شوي ونحكي على طرق التربية في المهجر فيلا ضلوا معانا أهلا وسهلا فيكم مع حلقة جديدة من رجل توكينج لايف على هاي القناة أنا بحكي بكل المواضيع المهمة في الحياة اللي بالآخر تخلينا نتغلب على صعوباتها ونعيش حياة سعيدة واليوم من طرق السعادة والمواضيع اللي قريبة كتير على قلبي اللي هو موضوع التربية وكيف إنه إحنا ننشأ أطفال وأشخاص responsible يعني يتحملوا المسئولية ويكونوا سعداء نفسيا وعقليا وروحيا اللي أنا حكيت لكم إياه بالمقدمة كان هو بيت شعر درسناه إحنا وصغار خليني أقرأ لكم إياه سو بيت الشعر بقول وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض سو هيدا البيت كان للشاعر حطان بن المعلة وهو ليش حكى هيدا الشعر حكى لإنه كان بيقول إنه كان يتمنى يعيش سعلوك مع الحيوانات والدقاب بالصحراء لولا إنه كان عنده أولاده اللي هم يعتبروا بمثابة كبده اللي تمشي على الأرض ليش عم بحكي لكم أنا هاي المقدمة أنا بعرف كل أب الدنيا وكل أم الدنيا بحبوا أولادهم حب لا يوصف ولكن اللي عم نلاحظه لما بتيجي العائلات العربية على بلاد المهجر وأنا عم بحكي على كندا لأنه أنا بحكي عن خبرتي بكندا الأهالي لما بيجي هون بتلاقي بصير فيه اختلافات وصعوبات تحديات الحياة كلها اللي حواليهم غير كمان التغيير بطرق التربية وقوانين العائلة اللي موجودة في بلاد المهجر عن اللي موجود في بلادنا فعلشان هيك بصير فيه صراعات داخلية بين الأهل والأولاد وأوقات كتيرة من أسلوب التعنيف بتدخلوا جمعية رعاية الأطفال في الأسرة وبتطروا إنهم إذا كان فيه تعنيف قوي كتير عم بيأثر على الأطفال ومشاعرهم وحالتهم النفسية إنهم ياخدوا الأطفال منهم على بينما الأب والأم يجتمعوا مع بعض يلاقوا طرق اللي كيف يعرفوا يتعاملوا فيها ويرجعوا لهم أولادهم إذا بتأكدوا إنه صحة الأولاد تكون موجودة وتطمنوا عليها سو خلينا نحكي بشغله اليوم أنا اليوم بدي أحكي بما إنه إحنا أولادنا فلذات أكبادنا وأنا ما في واحد فينا عنده نية إنه ما يعامل أولاده بطريقة كويسة لأنه هدفنا بالآخر إنه الأولاد يكونوا مبسوطين إنه يكونوا نجحين بحياتهم وما في أب أو أم حيختلفوا على الحكي اللي أنا عم بحكي لكم إياها لأ طيب كيف إحنا بدنا نحاول نربي أطفال سعداء وأطفال نجحين اللي حيبقوا بالقدام شباب وشبات في المجتمع نجحين أسلوب التربية القديم اللي كان موجود عنا بأبلاد بلادنا وحتى هون وبكل المجتمعات وكل النظام التعليمي أيام زمان كان بيعتمد على حكاية إنه عشان نربي ونخلي سلوكيات الأطفال تكون كويسة لازم نعتمد بأسلوب التربية على الثواب والعقاب وهذا الحكي إذا بتتذكروا بمدارسنا أنا كنت مدرسة رهبات وردية ما صار معي هالحكي بس بتذكر كتير الأولاد كانوا يمضربوا على إيدهم بالمساطر وحتى في كتير بنات بس ما كانوا يحكوا كمان بأسلوب العقاب بالمدارس حتى للبنات هذا الأسلوب من التربية هلأ أثبت العلم والأبحاث وعلم النفس إنه هاي الأسليب ما بتنفع وغير ناجحة هي ممكن بالأول تجيب إجابة بس هاي الاستجابة من الطفل بتكون مؤقتة ولا فترة قصيرة وبعد هيك أسلوب العقاب والثواب ما بيجيب أي نتيجة وباللونجران ويعني لقدام بصير الولد بالآخر بطلع بده يتمرد على أهله وما بيسمع كلامهم وما بتعاون معهم فعلشان هيك اليوم أنا بس بدي أركز على نقطة واحدة بهذا الفيديو واللي هي إنه أسلوب العقاب والثواب هيدا أسلوب غير ناجح بالتربية حتى لو بيأتي بنتائج ومؤقتة ولوقت قصير كمان فالطريقة اللي إحنا نبعد عنها إنه إحنا نتعامل مع أولادنا بطريقة مختلفة شو هي هاي الطريقة؟ إنه إحنا نتعامل معهم كأنهم أشخاص أشخاص بالغين مش إنه نعتبرهم هن أولاد صغار وإحنا الكبار وهم الصغار هلأ بحلقات جاي أنا ممكن أحكي على أساليب التربية المختلفة بس اليوم النقطة اللي بدي أوصلها إنه إحنا لما منروح على بلاد المهجر لإنه القوانين بتبقى غير عن قوانين العائلة اللي موجودة بالدول العربية بصير في عنا احتكاك مع السلطات الرسمية اللي ممكن تأثر على حياتنا فالطريقة أول نصيحة اليوم أو أول تزكية اللي أنا بعملها لا الأسلوب التربية الحديثة أو الإيجابية أنا دائما بحكي على التفكير الإيجابي اليوم بدي أحكي عن التربية الإيجابية إنه إحنا نعامل الأطفال باحترام ويخلي عندهم إنه هم إنسان إلو كينونته مش إنه هو طفل وأنا الأضلت أو أنا الكبير وأنا اللي بدي أتحكم فيه واللي بدي أقوله أنا هو اللي بدي يمشي سو أول شغلة خلينا نتعامل معهم بكرامة وباحترام هيدا أسلوب اللي التربية الحديثة الإيجابية اللي منحكي عليه هو ديموكراتيك بيرنتينج أو اللي هو الأب الديمقراطي هلا حتسألوني الأب الديمقراطي إيش يعني وهذا هلا بنحكي فيها بحلقة ثانية بس أنا اليوم حبيت أمهد للتربية الإيجابية والأب الأم أو الأم بالتربية الديمقراطية اللي أسسها الإحترام والكرامة سو منها بينبع كل إشي فبدون ما نحكي هلا إزيادة بالموضوع أنا بدي إياكم تفكروا بأي تصرف أو أي عواقب بدكم تعملوها مع الأولاد هل هذا التصرف في احترام لإلي واحترام للطفل وهل في كرامة كرامة الطفل ما نهانت وكرامتي أنا ما نهانت لأنه بالأسلوب الديمقراطي تبع التربية الإيجابية والتربية الحديثة منحكي على حقوق وواجبات للطرفين مش للأب لحال أو لولي الأمر لحال وللطفل لحال الاحترام والكرامة مفروضة للطرفين سو أي تصرف أي سلوك بده يصير بالبيت وينبع منه عواقب إنه بده يكون يعتمد على هالأسسين الاتنين اللي هي الكرامة والاحترام أشوفكم بحلقات جديدة يلا الله معكم أعطونا ثمز أب على الأولي تحت قلولي شو ذكرياتكم أنتوا بالتربية تبعتكم هل كانت ذكريات إيجابية هل كانت ذكريات سلبية وكيف كان العقاب والثواب طلع نتائج هل أنتوا مبسوطين عنها ولا لا وحتقلولي أوه أصلا ما كان في مشكلة بالطريقة التربية الأديمنا هاينا كويسين ومناحوا ما عنا مشاكل أنا هقلكن كيف بتعرفوا يلا قلنا حوار تاني المرة الجاي إن شاء الله مع السلامة I love you all Bye Bye ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر